مرحب بحركم مرة تانية مصر اعلنت امبارح عن استضافتها لمؤتمر قمة دول جوار السودان المقرر انطلاقه يوم الخميس القاتل المؤتمر ده بيأتي في اطار حرص الدولة المصرية وحرص سات الرئيس عبدالفتاح السيسي على سياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان من اجل طبعا ايه؟ من اجل اتخاذ خطوات لحل الازمة السودانية وحقن دماء الشعب السوداني بالتأكيد استضافة القاهرة لهذه القمة هو اضافة لها هو امتداد للدول المصري في الحفاظ على امن واستقرار دول الجوار ودول الاقليم بشكل عام خلينا نعرف الابعاد الدبلوماسي والابعاد الاقليمية والابعاد الخاصة بالامن القومي المصري لهذه القمة ماذا ستصفر السيناريوات المقررة لها هل هناك نوع من انواع الترقب الحضر من دول الجوار السوداني؟ بصحبتنا نعذر لأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جارية الأهرام للقائد ضوء على هذه القمة المرتقبة أهلا بك أستاذ أشرف أهلا وسهلا لتحديات الحضرتك أهلا بحضرتك وللأستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك شايف ازاي هذه القمة؟ نقدر نقول ما هي السيناريوهات المنتظرة من قمة دول الجوار الخاصة بالسودان لا خليني الأول أقول لك شايف ازاي هذه القمة هذه القمة أهم قمة تتعلق بالسودان منذ تفجر النزاع الأخير ليه؟ السودان خلال الفترة الماضية بعض الدول المجاورة وبعض الدول الأقلين بدأت تنزله على أنه رجل المنطقة المريض أنه ممكن يتفكك فاللي عايز يلحق حاجة يلحقها واللي عايز يعمل هدف إقليمي خاص به يلحقها فبقيت هناك أجندات جوة الدول السودان أه وساعد على كده أن في تداخلات بين السودان والدول المحيطة به يعني فيه قبائل لها امتدادات هنا وهنا في بعض الدول اللي هأطمع داخل أراضي السودان هذه المساحة العملاقة من الأراضي السروات الهائلة وشوفنا في مرحلة من المراحل في بدايات هذا الصراع أنه بعض دول الجوار وبعض دول المنطقة بدأت تطرح حلول ليست في صالح السودان ولا الدولة السودانية يعني مثلا البعض قال لك إخلاء الخرطوم من السلاح نزع سلاح الخرطوم البعض تعامل مع الحكومة أو قوات المسلحة السودانية والدعم السريع على قدم المساواة وما قالش أن فيه طرف رسمي لازم نتعامل معه طرف آخر نحاول نحل وهكذا وكان فيه دعم بيصل بشكل أو بآخر لهذا الطرف أو لذاك لكي يستمر الصراع مؤخرا الصراع خد شكل فيه خطورة كبيرة جدا لما مجموعة من القبائل العربية في درفور أعلنت دعمها لقوات الدعم السريع وده زود المخاوف خاصا درفور كما نعلم هو مجاور لدولة تشاد وفيه بعض الخلافات القديمة بين تشاد والسودان وإنه ممكن تشاد تستغل هذا الأمر وتدعم ما يحدث فيه درفور على أمل انفصال درفور يعني انفصال غرب السودان طبعا ده سيداريو خطير جدا وبناء عليه احنا اتحركنا والدولة المصرية تحركت علشان تعامل هذا المؤتمر مصر مؤمنة بحاجة بالزبط مصر مؤمنة بضرورة الحفاظ على الدولة القومية الجيش الوطني مؤسسات الدولة عدم السماح بالتدخلات الخارجية حل المشكلات الدخلية هذا ما تريده مصر من هذا المؤتمر حقيقي جدا أهداف نبيلة الجيران يكتمعوا يا جماعة اللي فاتكم واللي جايكم احنا دلوقتي دخلنا مرحلة خطيرة ما بقاش مجرد نزاع بين الجيش وقوة منقلبة عليه او يعني النزاع الداخلي بسيط دلوقتي ممكن يتطور بشكل اكبر فلو سمحتو لا احد يدعم اي طرف على حساب الاخر محدش يتدخل في الشأن الداخلي نترك الحل للشعب السوداني ويكون الحل سلمي في الاساس هذا هو يعني المعنى الاوسع والاهم من الدعوة لعقد مؤتمر جوار السودان في مصر مين الاطراف المدعي لهذا المؤتمر؟ دول جوار السودان دول الجوار المباشر دول الجوار المباشر هنيجي من الشمال هنلاقي في مصر وليبيا دول دولتين اساسيتين من الغرب هنلاقي في تشاد وافريقيا الوسطى من الجنوب جنوب السودان من الشرق في اسيوبيا من الشمال الشرقي في ريتري وطبعا في المملكة العربية السعودية بيفصل بينها وبين السودان البحر الأحمر المملكة العربية السوداني مدعوها لهذه القمة؟ يعني حتى الآن لا أعرف يعني بالضبط أسماء الدول التي ستحضر لأنه ربما تحضر دول أخرى من الجوار الأوسع لكن الجوار المباشر هي دي الدول اللي يهمها ما يحدث في السودان ويأثر فيها وتؤثر فيه وأكتر الدول ستبقى تأثرا إذا حدث لقدر لأي شيء في السودان دولتين جنوب السودان وشمال السودان اللي هو مصر يعني مصر في شمال السودان لو حصل حرب أهلية فعلا وتوسعت المسائل مش هنتكلم على ستمائة ألف لاجئ خرجوا ومش هنتكلم على تلاتة أربعة مليون نازح داخلي ممكن نتكلم على عشرين تلاتين مليون في الوقت ده بالزبط إحنا بننتظر حلول بالتأكيد الدبلوماسيات المصرية قادرة على أن هي تجمع هؤلاء على مائدة واحدة وتضع رؤية تضع فيها الملامح الخاصة بأهمية الحفاظ على وحدة السلامة السودان بدون أن يكون لكل طرف من هؤلاء أجندته أو مصالحه الخاصة بالتأكيد الدبلوماسية المصرية قادرة على كده الدبلوماسية المصرية لم تتحرك اليوم أو أمس فقط وعشان تدعو كده لا من اللحظة الأولى اللي تفكر فيها الصراع في السودان ومصر بتتحرك ومصر بتتصل ومصر بتتواصل ومصر بتحاول أنها يعني تحافظ على وحدة السودان واستقلاله وأعتقد أنه يعني الفترة الجاية هيبقى فيه تكسيف وفيه زهور للدور المصر دور المصري ربما كان في الفترة الماضية يعني لا يكشف عن دوره أو عن نفسه بشكل واضح سيبنا كل واحد يطرح حلوله ولكن في النهاية إحنا من أقصر الدول التي ستتأثر إذا ما السودان لقدر الله وصل للمرحلة الأسوأ ولذلك نستخدم كل ما نستطيع من قوة نعمة من أجل الحفاظ على وحدة السودان وأقناع الآخرين أن أي تفتيت في السودان لن يكون في مصلحة أحد يعني إذا كان البعض مثلا في تشاد بيقول أعمه في يوم من الأيام نظام البشير تدخل في تشاد ودعم الشمال ضد الجنوب فإحنا نرد أو دول أخرى تعمل لصالح أطراف في المحيط وفي الخارج أن يلا فتته بقى السودان أو ناس تشجع على تشكيل ما يسمى بدولة السودان الأوسط نحن لابد من الخفاظ على وحدة السودان وعلى استقلاله وأن السودان يبقى مصدر استخرار للمنطقة وليس مصدر تواطف أستاذ أشرف حرك لسنوات طويلة عملت مراسل لجرد الأهرام في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولسنوات طويلة غطيت قصة لما يحصل صراع في قطاع غزة بالتحديد مصر بتكون الصوت العقل والفيصل الذي يحكم أو زي ما بيقوله الوسيط أو وسيط الأزمة الذي يتصل بالطرفين الطرف الفصائل الفلسطينية من جانب والحكومة الإسرائيلية من جانب من أجل توصل الهدنة لإطلاق النار ومصر نجحت على مدار سنوات طويلة جدا أن تكون بدبلوماسياتها وبأجهزتها الأمنية الطرف الأعقل وده بشهادات أممية وشهادات عالمية هل تعتقد أن السيناريو ده ممكن تكرر في الحال السودانية؟ بالتأكيد يعني مقاوماتنا أي؟ هل مقاوماتنا في السيناريو الفلسطيني زي مقاوماتنا في السيناريو السوداني؟ أنت عندك مقاومات كبيرة جدا أولا تأثيرك في أفريقيا علاقاتك الجيدة جدا مع كل دول جوار السودان حتى أسيوبيا اللي بيننا وبينها يعني خلافات حول سد النهضة لكن في النهاية في علاقة وفي تواصل وفي اتصالات بالتم فأنت ما بتدخلش مرحلة عداء مع حد وبتحاول أنك تحل كل القضايا بهدوء لكن في الآخر عندك الصوت العقلاني الصوت العقلاني أن أنت بتقول للناس في الدول الجوار يا جماعة السودان فيه خمسين مليون مواطن السودان مساحته تزيد على مليون وثمانمائة ألف كيلو يعني لو السودان أنتم تسببتم في انفلات الأمور فيه أو لم تساعدوا في تهدئة الأوضاع الكل هيدفع التمن محدش هيستفيد محدش هيدخل يشيل منجم دهب ويمشي ولا هياخد قطعة من أراضي السودان ويمشي لا لأنه المسألة هتبقى صعبة جدا السودان فيه تعقيدات كبيرة جدا فيه عدات كبيرة من القبائل من العرقيات كل ده لازم الكل يتعامل معه بحساسية مين اللي مدرك كده ومين اللي ممكن يوصل الرسائل دي هي مصر بس يعني مش بعتقدك السيناريو السوداني أصعب من حيث أن هناك يعني فيه معسكرين معسكر للقوات الدعم السريع ومعسكر الجيش السوداني والحالة الفلسطينية والحالات الأخرى اللي تعاملت فادي بالمثال المصرية كانت الأمور فيها ربما أوضح بشكلها لا 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 أنت بتتكلم عن معسكرين أنت في الملف الفلسطيني أنت عندك معسكرات مش معسكرين وعندك أهم من كده إسرائيل والفلسطينيين الضفة وغزة فتح وحماس فصائل مع فتح فصائل مع حماس ومعندك ش حد صاحب قرار في معظم هذه المسائل عندك قوة خارجية وقوة إقليمية بتتدخل أنت السودان ممكن بقليل من الحكمة المسائل تتحل في السودان يعني مع تكسيف الجهود والضغط وتنسيق المواقف ويتقطع الطريق على أي طرف أنه هو طب أنا أدعم ده علشان أعمل كده هتلاقي نفسك ممكن توصل لحل في السودان خاصة أن السودان لم يعيش في المشاكل لأول مرة السودان من ساعة إعلان الدولة في السودان سنة 55 بعد استفتاء حق تقرير المصير عن مصر مع الانسحاب الإنجليزي وهو كل شوية بتحصل فيه صراعات ومشاكل ولكن يعني بيتم حلها بطريقة أو بأخرى الآن حتى هذه اللحظة يعتبر الصراع في السودان محدود لما حدث في المغرب لأنه متركز في العاصمة لكن صوته أعلى عشان في العاصمة صحيح لكنه ممتدش لسه لبقية الأقاليم الأخرى وممتدش للولايات وما حصلش التفجر الكبير اللي نخشى أنه يحصل أنت بتتكلم على يعني حسب الأحصاءات الرسمية أقل من 3000 قتيل ومثلا 9000 مصاب أو حاجة ولكن هو ممكن يكون الأرقام أعلى لأن فيه أرقام غير معلنة وحتى بطبيعة الحال مش هيوصلوا للرقم ده إن شاء الله يعني مش هيوصلوا للرقم ده بأي ظرف من الظروف أي إذا انتراهن عدم لمساة المصرية على جهزة الأمنية المصرية في قدرتها على ضبط النفس في سيناري السودان في حاجة تانية كمان أنت بتعمل تنصيق مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف السوداني اللي تقدر تأثر على هذا الطرف أو ذاك أنت فيه اتصالات بينك وبين أطراف عربية لديها نفوذ على الطرفين وأطراف عربية والدولية لديها نفوذ وعلاقات مع دول الجوار لأنك أنت ما تقدرش تدخل مباشرة وتخفل أي عنصر لازم علشان تقدر يعني تسيطر على الوضع ويبقى فيه حل حقيقي والحل احنا ما بنعقدش هذا المؤتمر لوقف القتال أو للمصالحة احنا بنعقده لوقف التدخلات الخارجية أولاً وهو ما سيؤدل تهيئة الأجواء لوقف القتال ولمصالحة في مرحلة ناحقة في مؤتمر آخر ربما باعتقدك حد من أطراف السودانية حيبقى حاضر في هذا الحوار أو هذه القمة يعني بالتأكيد يعني إن لم يحضر فسيراقب واعتقد أنه يعني بالتأكيد مصر مع الحكومة السودانية لا يمكن أن تعقد مؤتمر مثل هذا بدون تشاور مع الحكومة السودانية وكلنا فاكرين لما الإيجاد كان دعا لمؤتمر خاص بالسودان بدون استشارة الحكومة السودانية فرفض ولم يعقد المؤتمر وده كان المفروض في 12 يونيو اللي فات يعني دعية المؤتمر لم تستشار في حكومة السودانية ولم تدعى وبالتالي لم يتم فأنت مش هتقع في نفس هذه الغلطة وهتكون الرسالة وصلة للجميع إن احنا عايزين مصلحة السودان هل تعتقد أن جولات الرئيس الخاصة بالاتحاد الأفريقي عندما ترقص الاتحاد الأفريقي وعندما تحدث باسم الاتحاد الأفريقي ربما أخيرها كان في فرنسا عندما ذهب إلى الرئيس الفرنسي وبصحبته عدد من الزمال الأفريق سيكون لها تأثير على هذه القمة الدبلوماسية المصرية العاملة في الملف الأفريقي لسنوات طويلة وصوت العقل الداعي للبناء والتنمية وليس الاقتتال والتقاسم هل تعتقد أنه سيكون عامل مؤثر فيه؟ بالتأكيد مصر تحتفظ بأعلاقات جيدة جدا مع الدول الأفريقية مصر حملت هم أفريقيا عندما كانت رئيس الاتحاد الأفريقي وما زالت تحمل والرئيس في كل المؤتمرات والمنتديات الدولية كان بيطالب المجتمع الدولي والدول الكبرى بأنها تساعد الدول الأفريقية على التنمية إذا كنتوا عايزين تحلوا مشاكل زي الهجرة غير الشرعية أو الحروب أو ساعدوا الناس دي في بلادها انقلوا لها تكنولوجيا ساعدوها على أنها تنتج ووفروا لها تمويل وبالتالي ده مؤثر بشكل كبير وإحنا إذا كان في دول جوار مباشر ستصل للمشاركة في دول أخرى سنكون على اتصال معها في هذا الملف لأنه لها دور حتى وإن لم تكن لها حدود مباشرة مع السودانية على أي حال الحالة السودانية ربما تعد حالة حتى الآن لم تظهر ملامح الصراع بشكل أكبر الأستاذ أشهر أبوالهول مدير تحرير الجادة الأهم ربما فصر هذا الحوار أو فصر هذه ملامح هذا الصراع وقال إن الصراع رغم ارتفاع أرقامه إلا أنه ما زال منحصر في العاصمة الخرطوم وضواحيها ولم يمتد إلى باقي الوطن السوداني لو امتد ربما ستكون الكرثة أكثر استفحالا لذلك عقدة مصر أو ستعقد يوم الخميس القادم قمة لدول الجوار السوداني القمة هدفها هو هدف الدبلوماسية المصرية دائما الصوت العقل تحكيم صوت العقل كما فعلت مصر في الملف الفلسطيني لسنوات وكما تفعل مصر في الملف الخاص بالاتحاد الإفريقي لسنوات هو تحكيم العقل والذهاب إلى مائدة يعني تكون فيها الخسائر أقل على كل الأطراف بنشكرك يا سيد أشرف شكرا تحياتك نواطنا وشرفتنا ونتمنى يعني السلامة لكل أهلنا في السودان بإزدالله شكرا تحياتك شكرا تحياتك شكرا تحياتك